بلروح إلى خبر الأسبوع خبر الأسبوع اليوم عندنا من صحيفة سبق الدارة تعزز تواصلها مع الجمهور وتطلب بودكاست جلسة تاريخية لاستكشاف أبعد للعراقة الوطنية خلونا نشوف الفيديو أو نشوف الخبر ونرجع نعلق أهلنا الدارة الملك عبد العزيز إطلاق بودكاست جديد بعنوان جلسة تاريخية لتعزيز التواصل مع الجمهور ونشر المعرفة حول التاريخ والثقافة والتراث للملكة العربية السعودية والجزيرة العربية واستكشاف جوانب متنوعة من التاريخ والجغرافيا والآثار والعلوم الإنسانية والاجتماعية وسيقدم البودكاست للمستمعين فرصة فريدة للاستماع إلى حوارات ثرية ومثيرة حول الماضي وتأثيره على الحاضر قبل التعليق خلونا نقول أنه إحنا كسعوديين نعتز ونفخر ونباهي كثير جدا بوجود دارة الملك عبد العزيز ما تقدمه هذه الدارة من عمل تاريخي عمل تراثي عمل حضاري عمل ثقافي عمل معرفي على مار سنواتها من تأسيسها حتى اليوم من الأشياء التي يشاد ويفاخر بها والتي صارت له فرصة وزار الدارة من الداخل واطلع على أقسامها وحجم العمل المبذول فيها والجهد العلمي المتقن الدقيق المبذول في الدارة لا يملك إلا أن يفخر بما تقدم هذه الدارة اليوم الدارة تتواصل على ما اختلف المستويات والأصعدة كله لإيصال الثقافة والحضارة والتراث السعودي العريق اللي نملكه اليوم كل التحية لمنسوبية الدارة كافة والتعليق عندك يا دكتور شكرا للمقدمة الجميلة التي تستحقها الدارة خلينا نبدأ من آخر الأحداث ونبدأ نزول تفضل أول شيء نبارك لصاحب السمو الملك الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز التعيينه رئيس مجلس إدارة دارة الملك عبد العزيز وهذا المنصب له بعدين بعد تاريخي وبعد أيضا بعد علمي لشخص الأمير فيصل الأمير فيصل الكل يعرف أنه خرج أكسفورد في دكتوراه في العلوم السياسية فهنا المنهج البحثي التي تتبع الدارة يتماشى مع اهتمامات سمو الأمير فيصل بن سلمان هذا واحد ثانيا أنه أيضا رئيس مجلس أمناء مكتبة الملك فهدى الوطنية وبالتالي ما ينقص في الدارة يكتمل في المكتبة فهم جهتين بحثيتين يساند كلاهم الآخر طبعا أكيدا للمتوغلين في معرفة سمو الأمير فيصل أنا أعرف أنه لما كان يدرس أنا كنت لسه بادي الحقيقة متفوق في دراسة وبالطلاعه في أكسفورد أنت تتكلم عن أعرق الجامعات العالمية أيضا أخذ خبرة في إمارة منطقة المدينة كم سنة تدرب على الأمل الإداري ولأنه أحيانا أنت تحتاج العمل البحثي وضمه للعمل الإداري فجمع بين الثنتين وإن كنت أعرف أنا من قبل عندما كان أيضا عندما شغل رئيس مجلس دارة الشركة السعودية للبحاث والتسويق وكنت نكتب في الأقتصادية هذا ما يمكن أن نقوله عنه لكن الآن طبيعاتنا في أهلا بالعرفة نعرف الناس الذين يقرؤون لوحة الدارة نقول لهم الدارة أنشئت سنة 1972 هذا ما يمكن أن نقول عن التأسيس لماذا سميت الدارة بهذا الاسم تقديرا من المجتمع إلى الموحد الملك عبد العزيز الذي وحد هذه الأرض تقديرا منه وضعت الدارة باسم دارة الملك عبد العزيز نجي يا حبيبي إلى الأهداف الأهداف خذ عندك توثيق المصادر والمعلومات التاريخية المتعلقة بالمملكة العربية السعودية والعالمين العربي والإسلامي بجميع أنواعها من حيث الجم والأرشفة وتششيع الباحثين والترجمة أنا صراحة ما يقصرون الله يجزاهم خير الدارة يرسلون لي كتب مترجمات لرحالة فرنسيين ما كان أحد يعرفهم لوما أن الدارة ترجمت ما كتبوا أيضا خليني كمان مدام أننا بادين أشكر معالي الدكتور فهد السماري والرئيس التنفيذي للدارة تركيش ويعر وأيضا سلطان العويرضي لأنهم دائما يتعاونوا معي أي معلومة بغى أي كتاب يرسلونه لي مباشرة هذا ما يمكن أن نقول الدارة الآن انفتحت بطريقة جميلة على الناس مثلا سووا يا طويل العمر فكرة حلوة وهي عندهم أسبوع خلينا شوف حملة مجانية مدتها ثلاثة أشهر أطلقتها الدارة عبر مركز الملك سلمان للترميم للترميم تتيح يشوف مركز الملك سلمان للترميم تتيح للأفراد ترميم ما لديهم من وثائق ومخطوطات نادرة تخصهم مجانا يعني أنت أبو يحيى مثلا عندك وثيقة شبه وثيقة شبه مهترئة وثيقة الدارة ثلاثة أشهر حملة عندهم حملة ترميم الوثائق هذه من ضمن الأشياء التي تواصلوا معها التواصل مع الجمهور الآن بدأوا يسويون مجالس تاريخية في بودكاستات بحيث أن المعلومات التي في الدارة موجودة تصل للعموم من أول ما تصل للباحثين الآن لا هم الآن عندهم أفكار أنهم يدخلون الإعلام الجديد عن طريق البودكاست وكذا نجي يا حبيبي إلى الدارة أعمالها طبعا الدارة الآن كما فهمت أنه تنتظر نقلة نوعية قادمة قوية بقيادة الأمير فيصل بن سلمان في ذر رعاية خادم ودعم خادم الحرمين الشريفين وسمولي العهد الدارة غير أنها أيضا تهتم بالتوثيق تهتم بترميم المخطوطات تهتم بالتاريخ الشفوي تهتم بالدعم بالترجمة تشجع الباحثين مثلا أبو يحيا قال لهم أن عندي بحث مثلا أبغى أتعرض إلى أدرس الشعراء اللي كتبوا عن الملك عبدالعزيز أو الشعراء في عهد الملك عبدالعزيز والاتجاه التاريخي عندهم يدعمونك ويشجعونك ويطبعون الكتاب ويعطونك مكافأة عندهم عدة أذر وعندهم عدة مراكز والله لما تشوف كتبهم والله تبهر الدقة العلمية والبحث العلمي كل ما أقوله الله يوفق الدارة وأنا أتمنى تزيد بالانفتاح للناس بمعنى أنه الآن أنا بكثر سفراتي في المناطق أجد مثلا في الحسى في جزائم في ينبع أجد ناس كبار السن عندهم مخطوطات ويبني سلمونها للدارة بطريقة عامنة أو الدارة ترممها أو الدارة تقتنيها أو الدارة تحافظ عليها الدارة يعني مركز أمان يعني أنا حتى أنا أفكر أني أخلي كتبي بعد ما أموت بعد أمر طويل للدارة لأنه أنت كذلك حضيع كتبك حتلاقيه في الحراج إذا ما أنه لأن الدارة تقدر العلم تقدر الكتب بعدين لها ميزانية ولها مرصد ولها أمين عام ولها رئيس تنفيذي ولها كذا كل ما أتمنى طال عمرك أنك أنت ممكن تستضيفون الرئيس التنفيذ الجديد يعطيكم عن نبذة عن ذا وكيف تتواصل مع الناس لأنه مشكلة عندنا في الجامعات وكذا التواصل مع الناس جيد نبغاها جيد جدا أو ممتاز نعم أبد بكل شرف يعني أي حلقة ممكن أن نتحدث فيها عن دارة الملك عبد العزيز هي إضافة حقيقية لبرنامج جاهلة وهي من الخطوات التي سنسعى لها وسبق وقدمنا حلقات عن الدارة ولكن المزيد عن هذا المكان الجميل يستحق أنه يظهر للضوء ويظهر للناس وأرجع وأقول مثل ما قلت في المقدمة أنه نفخر بوجود مثل هذا المكان الثقافي الموجود عندنا